اشتركوا في القناة الماضيين دشن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي اعلان مملكة البحرين في اوروبا من العاصمة الايطالية روما بحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين والمسؤولين وكبار الشخصيات بالاضافة الى مئة طالب من منتسبي كرسي الملك حمد لحوار الاديان والتعايش السلمي يعني وثيقة اعلان مملكة البحرين دشنت هنا لجميع انحاء اوروبا لينشر المركز للعالم واوروبا تحديدا رؤية عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه التي تتطلع الى مستقبل يسوله السلام والتعايش السلمي حيث خطت هذه الوثيقة بنقاط مهمة اخذت صداء كبير وعالمي خلال هذا الاعلان المنطلق من روما الى جميع انحاء اوروبا يعني هذه الوثيقة ترجم التاريخ الطويل لمملكة البحرين في التعايش وتنقل ايضا الواقع البحريني يستفيد منه العالم اجمع وايضا استضاف المركز قبل حفل التدشين مؤتمر الجهل عدو السلام تحت عنوان بهم الاديان والتحديات الجديدة للتعليم هذا المؤتمر ناقش مواضيع عدة تندرج تحت اهمية التعليم لمحي الجهل وهذا ما يقوم بها بشكل فعلي كرسي الملك حمد العالمي للتعايش السلمي من خلال اطلاقه عدة برامج اكاديمية لتوحيد الانسانية وفي هذا الحدث وفي تدشين وثيقة اعلان مملكة البحرين كما قلت سابقا مملكة البحرين يعني دائما ما تعطي دروسا تاريخية للعالم اجمع انها توحد الصفوف وايضا تجمع الاراء باستخدام اعظم قوى الخير وهي التعليم هذا كان ابرز مولدي وعودة لكم في الستيديو اشتركوا في القناة